وعن انتشار جائحة كورونا قرر السلطات مدينة وهان الصينية إغلاق حياً في ضواحل مدينة للمرة الأولى التي تتخذ فيها وهان مثل هذا الإجراء منذ العام 2020 الأمر الذي يشير إلى أن الصين لا تزال بعيدة عن العودة إلى الحياة الطبيعية بعد جائحة كورونا وتعد هان أول مدينة شهدت أول إغلاق في العالم بسبب فيروس كورونا وبعد أكثر من عامين على إغلاق المدينة لاحتواء الظاهر الغامضة أنذاك أمرت السلطات سكان حي جيانشيا الذي يقدر عددهم بنحو مليون شخص بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة وفقاً لوكالة بلومبرغ للأمباء كما قررت السلطات وقف كل وسائل المواصلات وإغلاق كل أماكن الترفيه منذ ثلاثة أيام وذلك بعد اكتشاف أربع إصابات بلا أعراض في الحي يوم الثلاثاء الماضي ولا يعد هذا الإغلاق هو الأول من نوعه في البلاد فقد أغلت السلطات العديد من الأحياء في مدر مختلفة من البلاد ظهرت فيها حالات إصابة بفيروس كورونا